دكتور أحمد يمكن في التقرير اللي فات احنا شوفنا جهاز الفيزر والجي بلازما واعتقد التقرير ده ورانا بالضبط ايه اللي ممكن يحصل نتيجة استخدامهم لكن انا برضو عايز اتطرق لموضوع عناصر الامان خصوصا يعني في الوقت اللي احنا فيه ده في عصر الكورونا الناس بتبقى الآن ان هي تعمل عملية ولو ان يعني انا بشوف ان العمليات اللي هي عمليات السمنة على وجه التحديد دي عمليات ممكن تبقى من ضمن الاجراءات الوقاية علشان منخشش في مضاعفات الفيروس لو جي لقدر الله بص حتركتك هو احنا في الاول خالص كنا منقول او كنا نأمل ان فترة الكوفيد 19 دي تبقى فترة قصيرة وقلنا ان ما فيش اي حاجة غير ضرورية يفضل تتعامل في الفترة دي لكن بما ان احنا شايفين ان الموضوع ممكن يعيش معنا سنين فلابد من التعايش معنا ولابد من اخذ الاجراءات والاحتياطات الوقائية وان الحياة تمشي بطبيعتها الحقيقة المستشفيات المجهزة على مستوى عالي حطت ضمن احتياطاتها كل الاحتمالات بما فيها حاجة زي اللي احنا فيها فاحنا اختصرنا من مستشفيات كتير كنا بنشتغل فيها احد المستشفيات الحديثة المجهزة لمثل هذه المشاكل اولا زي ما حالك شايف تلاقي فيه حاجة اسمها استراليزيشن كابينيت وانت داخل المستشفى تعقيم عشان اي شخص حتى لو هو داخل زيارة لو هو داخل لأي سبب جوه المستشفى هو بتعقم خارجيا كليا او خارجيا هدومه وتشوز والكل حاجة فيه جوه المستشفى نفسها زي ما حضرتك شايف دي غرفة العمليات مثلا غرفة العمليات دي مش بس الجمال والجزء النفسي والتنصيق هو المميز لا كل شيء جوه غرفة العمليات معمول بحساب الحوائط تمنع تراكم او ان البكتيريا او الفيروس تقف عليها حاجة اسمها جالفانيك انتي بكتيريال انتيستاتيك الهوى جوه غرفة العمليات ما ينفعش ينتقل من شخص الاخر في حاجة اسمها لميلر في اللي بتاخد الهوى وتطلعه على فوق في مصار خاص الاحتياطات للبرسونيلز نفسهم والاعضاء التيم الطبي سواء طباء او تمريد عايز اقول لحداك التمريد بيغير اللبس بتاعه بيغيره اربع مرات في اليوم يعني كل الطرق الوقائية طبعا من الاول المستشفى دي ما بتستقبلش اي حالات حتى فيها اشتباه كورونا في مبنى اخر لعزل المرضى بيتم فيه رؤية اي حد بيفكر يدخل المستشفى بتعمله الفحوصات الاولية سليم ما فيش اي اشتباه ممكن يتفضل يدخل ويعدي على كل الاجراءات دي لكن لو فيش اشتباه مش هيدخل المبنى التانية وخلاص المبنى ده اللي هو مبنى الفرز والطوارئ بيقوله احنا اسفين ما ينفعش ندخل المستشفى مستشفى تبقى متخصصة جدا متخصصة ورفضة تماما ان يدخلها اي حالات من حالات الكورونا فده احتياطات مهمة جدا عشان عنصر الامان انا عايز اقول لحضرتك جايز الاهتمام ده يدينا امان في الفترة دي عن اي فترة تانية للبكتيريا العادية والفيروسات العادية التعقيم المركزي اللي بيبقى شغال الوقاية في كل مكان الفحص الدائم لكل البرسونيل والاشخاص والمساحات اللي بتتعامل عايز اقول لك من الحوائط من كل الاشخاص يعني بنعمل مساحات علشان نتأكد على الحوائط او على عفوا او على اللبس او على الاشخاص بنعمل مساحات كمان ده ما كانت بيحصل قبل كده يعني بيحصل بس على فترات طويل دلوقتي لا لازم يتعامل بطريقة يومية لان احنا طبعا من احطات لاخصى حد لان احنا نخاف على المرضى ونخاف على انفسنا في الشكل